والسلام كاملين مع حضراتكم حصدنا ولو اتكلمنا على الصعيد هنحتاج طبعا برضو كلام كتير جدا بس خير من يتكلم معانا عن هذا الموضوع اللي وقع شيف صالح رئيس هيئة التنمية ده صعيد بنرحب بحقيق يا فندم وكل سنة وحقيق طيب أهلا يا سيد محمود كل سنة صباح الخير يا فندم مصريين كلاما تحيات لحضراتك تحياتنا لحضراتك يا فندم من بارح يعني كنا اتكلمنا مع حضراتك طبعا على برضو اسبوع الصعيد وأهمية الاهتمام الآن بالمواطن الصعيدي لكن النهاردة في الحصاد عايزين حضراتك هتبدأ لنا بأسبوع الصعيد لكن تقول لنا وتدينا ان شاء الله كده يعني برضو عن حاجات ان شاء الله تمت وهتتم ان شاء الله تكمل في 2022 في حصادها في 2021 وهنقدر نشوفها في الصعيد بشكل عام ان شاء الله في الأيام القادمة طبعا زي ما حضراتك ذكرت العام 2021 ده عام الصعيد واختتم بالأسبوع الأخير من هذا العام بتشريف قامة الرئيس وافتتاح 50 مشروع لصالح اهلنا في الصعيد 50 مشروع في مجالات عديدة مجال البنية التحتية مجال الصحة المواطن الصعيدي مجال مستقبل المواطن الصعيدي هذه مشاريع تنموية استراتيجية قومية لصالح اهلنا في الصعيد شهد الأسبوع فرحة وشهد بهجة في عيون اهلنا وفي عيون الصعيد انا مش قادر اوصد لحضراتك هدئر اهلنا في الصعيد فرحانين بهذه المتاحات بتعود عليهم بتنفع تعود عليهم طيب سياد تلواء احنا برضو وزي ما كنت سألت حضرتك مبارح سؤال مقتصر عن فرص العمل وتوفير فرص العمل وازاي الشباب في الصعيد هيقدر يشتغل ويبقى عنده مستقبل حضرتك شايف ده ازاي لو تكلمنا عنه بقى بتفاصيل اكتر طبعا فرق كبير جدا فنلم لما حضرتك سنوات سابقة كانت مشكلة عدم توفر فرص العمل وهجرت اهلنا وشبابنا من الصعيد للمحافظات الاخرى وعدم توفر المشروعات التنموية فرق كبير جدا هذه الابتتاحات وفرق كبير جدا اهتمام فخامة الرئيس بصعيد والدولة بصعيد مصر هذه المشروعات يعني هتوفر فرص عمل ما يقرب ويمكن تعد المليون وصيفة فرص عمل في جميع المجالات اتراعها صناعها في مشروعات كثيرة هتعود بالخير عليهم بالعكس ده هتجذب اهلنا اللي مقودين في المحافظات الاخرى وحتجذب اهلنا اللي هاجروا من الصعيد للعودة تانية الى وطنهم الاصر طبعا طيب سات اللي هو لو بقى روحنا للمشروع الضخم المشروع يعتبر من المشاريع القومية الكبرى وهو مش مشروع واحد لكن احنا بنتكلم عن مشروع خاص به الطاقة مشروع بانبان وقد ايه المشروع ده هيبقى على مستوى العالم بنتكلم عن الوصول للتنمية المستدامة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة طبعا هو وشوفنا كمان حتى المشروع القومي الاخر وشكل تشكى بقى عامل ازاي هذه المشاريع القومية الكبيرة جدا اللي بتنافس في مشاريع العالم كله في وجودها وانحنا نكون موجودين في مصاف حاجة في الزراعة او حاجة في الطاقة يعني بالكبر ده او بالضخامة دي تعليق حدك في وجودها في ارض الصعيم اه طبعا المشروع بانبان وانتك طاقة نظيفة من طاقة من اشعة الشمس ده مشروع عالمي مشروع يعني وضع مصر في مصاف الدول المستغلة للطاقة النظيفة ده مشروع كبير جدا وهذا المشروع اذا ما حدك ذكرت هو هيحقق التنمية المستدامة التنمية المستدامة انا بنفذ مشروع ويستمر معايا ويحقق تطوير ويحقق طموحات اتدام ده المفهوم البسيط للطاقة النظيفة المستدامة هذا المشروع من المشاريع الكبرى على مستوى العالم وليس في مصر على مستوى العالم مشروع كبير جدا طبعا نعم والجانب الآخر يعني ده على مستوى الطاقة وان شاء الله طبعا ده في وقت من الأوقات مش هيخدم الصعيد بس هنكون كمان كحلقة ربط بين قرات كبيرة وكذلك الزراعة شفنا حتى في افتحاد السيد الرئيس في أسبوع الصعيد الاهتمام بالمزارع الاهتمام بالألبان وبنرجع نقول انه موجود على أرض خصبة ليه كل عمليات التنمية هي أرض الصعيد طبعا أرض الصعيد سيد محمود أرض خصبة للتنمية أرض خصبة يمكن لم ينال حظه في الأوقود السابقة ولكن الوقت الآن لمنهوض بهذه الأرض الخصبة أرض التنمية أرض النهضة للصعيد والمصر كلها طبعا ناسيات تلواء يعني المشروعات اللي حصلت في الصعيد ده دليل كبير على عودة الناس اللي كانت هجرة هجرة داخلية لمدن للقاهرة أو للإسكندرية أو لرجوحها للصعيد زي حضرتك شايف ده ممكن يساعد ويحفز في قضية الزيادة السكانية ويجعل ان احنا يعني كنا مرح برضو بنقول ان نسبة كانت نسبة السكان مرتكزة في 7% دلوقت 14% تعمير الصعيد والمشروعات الكبرى ده هيساعد على طبعا تقليل نسبة الزيادة السكانية شايف حضرتك ده ازاي طبعا طبعا انا عايز اقول لحضرتك المحاور الكباري اللي انشأت على نهر النيل والمجتمعات العمرانية اللي انشأت في غرب النيل المدن الجديدة والشرف الصعيد بفتاحها فخامة الرئيس دي مجتمعات عمرانية دي اثر توطين جديد لغرب النيل هذه المجالات ستفتح مجالات لعودة ابناء او عبدت شابنا للعمل في هذه الاماكن فرص عمل كثيرة فرص عمل كثيرة توفرت بهذه المشروعات وتوفرت بمشروعات التنمية سواء كذ زراعة او صناعة او صناعة قائمة على الزراعة انا عايز اقول لحضرتك المحاور التي انشأت في سعيد مصر وربطت سعيد مصر بالجمهورية بجميع نحاء الجمهورية وعايز اقول لحضرتك في سبيل ربط هذه المحاور بالقرى الافريقية ده انجاز كبير جدا جدا ده انجاز بالضبط ده انجاز لم يتحقق من قبل هذا انجاز يشهد له العالم والدولة المصرية وابناءنا في السعيد طيب هنروح برضو الجانب احنا لمحناه في زيارة السيد الرئيس وشفناه حاجتين مهمين اولا فكرة وجود الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد ايه كان مبهر ان كمان حتى في حاجات بتصدر للخارج ده جانب هام ويعني حتى هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخدم السياحة الداخلية والسياحة الخارجية وده جزء اخر هام موجود في السعيد في عدد كبير من محافظاته وليس فقط الاقصر واصوات فالجانبين دول وارتباطهم ببعض وطبعا تحقيقهم بشكل كبير في التنمية بشكل عام الاعتماد على الشباب وفرص العمل زي ما حديك بتقول بتوفير هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشفنا حتى كل حد كان عنده مشروع صغير بيحاول انه يهادي سيد الرئيس وكل الضيوف وقد ايه كانت الحاجات مميزة جدا استاذ محمود انا عايز اقول لحباك الشباب هو قود المستقبل المستقبل بيبنى بالشباب اللي بيثبت دعامه دلوقتي وبيثبت اركانه واهتمام فخامة الرئيس بالشباب طبعا نعلم اهتمام فخامة الرئيس بالشباب والشباب هو التحرك للدولة زي ما شاهدنا في واحنا على خطوات بدون قطع كلام حيك على اهم منتدى شبابي في العالم ان شاء الله بعد ايام يوم عشر ان شاء الله هنكون على ما عاد على اكبر منتدى شباب في العالم طبعا حضرت طبعا حضرت شاهدنا الحلف اليدوية والحلف التراصية واهتمام فخامة الرئيس بتنمية هذه الحلف وتطورها وتصديرها للخارج طبعا ده اهتمام كبير جدا وكما شاهدنا شبابنا بيتصابك لاهتئات فخامة الرئيس بالحلف التراصية ليك من الحاجات المميزة جدا في هذا الاسبوع ومن الحاجات اللي بيتميز اهدينا في الصعيد الحرف التراصية سواء كان في شمال الصعيد في البنيوم او في اصواء او في المينيا او في اشميم او في اصوان شاهدنا الكثير وشاهدنا حاجات تبهر العالم وتبهر الاسطياح وتبهر من يراها هذه اشياء جميلة واهم من هذه الاشياء هو اهتمام فخامة الرئيس بهذه الحرف التراصية وهذه الحرف اليدوية طيب يعني بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الحرف خليني ازب مع حضرتك لو نتكلم عن اهتمام طبعا الرئيس بالمرأة وتمكنها وتوفير فرص العمل لها سواء من المشروعات الصغيرة او متنهية الصغر او الحرف اليدوية حضرتك شايف ازاي ده هيقدي برضو للتنمية وللتطور في الصعيد حضرتك المرأة لها دور رئيسي في التنمية سواء كانت من منزلها او عملها في خارج المن المرأة لها دور رئيسي ويمكن شاهدنا في خلال هذه السنوات اهتمام الدولة بالمرأة ووضع المرأة في مكانتها الطبيعية وتكليف المرأة المصرية بمهام قيادية وبمهام تؤدي الى التنمية وتؤدي الى دعمها للدولة المصرية شاهدنا نواب محافظين شاهدنا رؤساء مدن في المرأة جزء رئيسي من التنمية وجزء رئيسي من تطبيق نعم يعني انا عارف احنا قطلنا على حاك لكن ده الحصاد معلش يعني يستحملنا شوية الحصاد يعني انت عايز تعافة بالزرعة ده عايز ايام والله طيب هنروح برضو نقطة هامة وشاهدناها في اسبوع الصعيد لكن ده بقى بيكمل حصاد سنة وان شاء الله سنين جاية وهو حديث السيد الرئيس عن حياة كريمة في صعيد مصر طمقنته الامهات ونساء مصر لما سألوه عن ان القرية بتاعتنا يا ريس هيدخل فيها امتى وكان الرئيس اجاباته واضحة انه هيدخل في كل قرية وريف سواء في الدلتة او حتى في الصعيد عايزين برضو نطمن اهلنا على اللي دار في التلت الاول وان شاء الله انه اول لما يخلص سيد الرئيس حتى قال انه باذن الله خلاص في مدار سنة ونص هتبقى مغطية الستين مليون اللي هيختموا باذن الله واكثر ومنهم طبعا اهل الصعيد حياة كريمة في الصعيد ودورها في التنمية بشكل عام ليس فقط في التنمية على ارض الواقع في البنية التحتية لكن فيها بناء الانسان المرأة المصرية زي ما قالت نوها الشباب المصري زي ما حضرتك ذكرت في كل المجالات صحة وتعليم وبنية التحتية وخلافه داخل مشروع حياة كريمة في الصعيد طبعا حياة كريمة من المشاريع الرئيسية ومن المشاريع العملاق على مستوى العالم وانا عايز اقول لحضرتك لن تستطيع اي دولة في العالم اخذ قرار انها تنفذ مشروع يماثل مشروع حياة كريمة هذا المشروع مشروع عملاق مشروع الجمهورية الجديدة وكما حضرتك ذكرت ان هذا المشروع ينفذ على ثلاث مراحل احنا في نهاية المرحلة الاولى والمشروع ده اه حيوفر النياه النقية وحيوفر الكهرباء وحيوفر 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 المجمعات الصناعية البسيطة اللي بتحافظ على الحرب وبتوفر حياة وبتوفر فرص عمل هذا المشروع مشروع الملق اه حينفذ على ثلاث مراحل احنا زي ما قلت احنا في نهاية المرحلة bulunأ لكن بنهاية المرحلة السلسة سيغطي المخطط له على مستوى الدولة المصرية الصعيد حظى وكان له نصيبه الأكبر في هذا المشروع طبعا يعني أطلنا على حضرتك بس زي ما محمود قال ده الحصاد شكرا جزيلا لحضرتك اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد شكرا لحضرتك شكرا جزيلا